بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا موضوعنا اليوم هو عن فوائد شراب الشعير الطبيعي وطرق عمل شراب الشعير المنكة وغير المنكة يحظى مشروب الشعير بشعبية واسعة بين الناس على اعتباره أحد المشروبات الصحية المدرة للبود وهو غني بالماء والمعادن والبيتامينات المغذية كالماغنيسيوم والبوتاسيوم والفسفور إضافة إلى أنه أحد المصادر الرئيسية للألياف النباتية وكمية منخفضة من البروتينات والكربوهيدرات وسهلة الامتصاص والهضم الأمر الذي يجعله دو فوائد صحية هامة لتحسين الصحة العامة للجسم كما أن شراب الشعير بنكهاته المختلفة يعد أحد المشروبات الباردة التي يتناولها الناس بكثرة خلال فصل الصيف مع ارتفاع الحرارة فما هي فوائد شراب الشعير؟ يساعد على تخفيض الوزن الزائد لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف النباتية التي تشعر الإنسان بالشبع لفترة أطول مما يؤدي إلى كبح الشهية وتخفيف كمية الوجبات المتناولة يعمل أيضا على تنظيف الجسم من كل السموم مما يساعد على مقاومة الأمراض المختلفة والالتهابات داخل الجسم كما يعيق تكون الشوارد الحرة المسبب الأول لمرض السرطان أيضا يسرع عملية الهضم داخل الجهاز الهضمي لأنه يحتوي على دهون سريعة الهضم إلى جانب الألياف التي تسرع هضم الدهون أيضا يقل جسم من انتشار السم إلى باقي أعضاء الجسم إذ يؤدي مفعول الترياق تماما أيضا ينشط وظائف الكلة وينظف الكلة من الترصبات والأملاح الزائدة ويعالج التهابات المسالك البولية كما يساعد على تفتيت الحصى ويضطرها خارج الجسم على اعتباره من أفضل مدرات البول على الإطلاق وعلاج فعال لاحتباس السوائل أيضا يبرد الجسم ويخفض حرارة الجسم المرتفعة ويعالج الحمى كما يعتبر مشروبا باردا لطيفا ومنعشا في فصل الصيف أيضا يقلل من مستوى الكيرسترول الضار في الدم لاحتوائه على فيتامين النياسين مما يخفض احتمالية الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرعين ويساعد على تنشيط الدورة الدموية ويوفر الطاقة والحيوية للجسم التي تعينه على أداء الأعمال بكفاءة وعدم الشعور بالإرهاق والتعب وأيضا يمنع تشكل الحصى في المرارة والتي تسبب نوبات قوية من الألم أيضا يفيد الجهاز التنفسي بحيث يوقف السعال ويعالج التهابات الحلق والبلعوم والقصبات واللوزتين خصوصا إذا تم خلطه بالزنجبيل أو القرفة أيضا يساعد على تنظيم السكر في الدم وبخاصة النوع الثاني حيث يساعد على إبطاء امتصاص الجلوغوز في الدم لغيناه بالمغنيزيوم والألياف أيضا يعمل على تليين الأمعاء ويمنع الإصابة بالإمساك ويقي من التهابات المعدة والأمعاء وأيضا يحارب شيخوخة البشرة ويقي من ظهور التجاعيد المبكرة والخطوط الرفيعة وتزيد من إشراقة البشرة وشبابها وأيضا يساعد على بناء عضلات الجسم لاحتوائها على نسبة جيدة من البروتينات ويقلل احتمالات الإصابة بمرض هشاشة العظام أيضا يحمل أجنة في بطن الأم الحامل من خطر الإصابة بالتشوهات في العمود الفقري والقلب لاحتوائه على نسبة مرتفعة من حمض الفوليك والآن طرق عمل شراب الشعير غير المنكة والمنكة شراب الشعير غير المنكة ويطلق عليه شاي الشعير هو شراب الشعير الصافي وغالبا ما يستخدم لعلاج الأمراض والمقادير كيلو من الشعير ثلاث لترات من الماء إذن كل كيلو شعير له ثلاث لترات من الماء وطريقة التحضير يتم تنقية الشعير جيدا من الشوائب ثم ينقع في ماء حتى تتفتح الحبات ويصفى بعدها من ماء النقع ويغسل نضع حبات الشعير في ماء على النار ويترك إلى أن يغلي طبعا ثلاث لتر طبعا نتركه حتى يبرد ويتم تناول كوب من ماء الشعير قبل وجبة الإفطار للحصول على أفضل النتائج طريقة أخرى لإعداد شراب الشعير طبعا هذه طريقة مركزة ولكن هناك طريقة لشرب الشعير هناك طريقة أخرى لإعداد شراب الشعير المخفى والمكونات هي لتران من الماء ومئة جرام من الشعير وسكر طبيعي حسب الرغبة وطريقة التحضير هي بتنظيف الشعير جيدا تزال الشوائب التي عليه يوضع قدر على النار ويضاف إليه الماء ويترك إلى أن يغلي الماء ويضاف الشعير على الماء المغلي ويحرك لمدة خمس دقائق ويصفى ماء النقع الناتج وهو ماء الشعير ويوضع جانبا إلى أن يبرد ثم يوضع فثة اللاجة لمدة ساعة على الأقل أيضا يمكن عمل شراب الشعير المنكة كشراب الشعير بالليمون مثلا ببرش ليمونة حامضة وأيضا عصيرها وإضافتها إلى الشراب وكذلك لإعداد شراب الشعير بنكة الفراولة أو الفريز بإضافة قطع الفراولة ويمكن تنكيه الشراب بأي فاكهة حسب الرغبة وتوفرها أدام الله عليكم نعمة الصحة والعافية حبيبنا بانتظار رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله